بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم فوائد النورانية الروحانية المغربة اللهم صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمنية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدل الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاستفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية وردبة العليا من اندرجت النبيون تحتل وأهو فهم منه وإليه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عزل ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين أما بعد إذا قدر الله وشاء وأزل واستفدت من الفايدة فضلا وليس أمرا أسألك الدعاء فالاشتراك في القناة تفعيل الجرس على وضع الكل يصلك كل فائدة جديدة مجربة بإذن الله وليك وشير الفيديو عشان الخير بتاع الفايدة يعم أكبر عدد ممكن من الناس والدالة على الخير تفاعله وتقصني السبب وأذكر نفسي وأذكركم بثقوى الله عز وجل والصدق والبساطة وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد وإياكم والكبر والغرور والشك والريبة فإنها مدمر أو مفسدة ومقتلة للأعمال فائدة اليوم إن شاء الله رب العالمين هي من حرف جليل من حروف كن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئاً أن يقول لو كن فيكون كن بين الكاف والنون وقد سبق وعملنا نبزة بسيطة عن حرف النون لكن لسه فيه كثير إن شاء الله النهاردة بنتكلم عن الحرف الأول في كن حرف الكاف وموضوعنا النهاردة مع حرف الكاف مستعينين بالله سبحانه وتعالى وبآية كريمة من كتابه وبحرف الكاف لجلب الخطاب بإذن الله للبنات لبناتنا بإذن الله وذلك مجرب فإلى الفائدة توكلنا على الله بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً أنا محضر الرسم عشان مش عايز أسقل عليكم في الفيديو أطول عليكم خير الكلام ما قل وذل بسم الله الرحمن الرحيم بنتكلم عن حرف جليل هو حرف الكاف من حروف كن خاصيته النهاردة هنستخدمه في حرف الكاف لجلب الخطاب بإذن الله طبعاً يجب أن تقدم المشيء الله الأول والآخر وذلك طبعاً بإذن الله مجرد مرارة وتكرارة نبزة بسيطة عن حرف الكاف حرف الكاف العدده الرقمي يساوي عشرين اللفظي يساوي مية مية واحد يساوي مية واحد اللفظي مية واحد الرقمي عشرين اللفظي مية واحد العدد يساوي ستمية وثلاثين وخذ بالك أوه من الأرقام دي عشان النهاردة إحنا هنستخدم منه الرقمي العشرين وهنستخدم منه العدد اللي هو ستة مية وتلاتين طيب متوكلين على الله وهنكتب كده وعندك الجدول الحروف الصغيرة والوسط والكبيرة أنا رفعها لك على القناة استفاد منها ده الجداول دي هتفضل ماشية معاك إلى ما شاء الله واستفاد منها طبعا الناس اللي ميتبعاني عارفها الكتابة يبقى ازاي والأرقام ازاي أنا بكلم الناس الجديدة اللي لسه دخلة معانا جديد بإذن الله هبدأ من هنا الأول اتنين صفر ست ده شكل الاتنين ده شكل الصفر طيب ابدأ كده ابدأ كده وانت بتوضع الجدول ابدأ زي امشي معايا خطوة بخطوة ما نفعش اكتب من هنا او من هنا او امشي معايا خطوة بخطوة واستنطق كل عدد بتكتبه اتنين صفر وما تقولش زيرو قول صفر اتنين صفر تسعة ده شكل التسعة يا جماعة تسعة تسعة اتنين واحد صفر اتنين واحد واحد اتنين واحد اتنين اتنين واحد ثلاثة اتنين واحد اربعة لا شكل الأربعة يا جماعة انا بكلم اللي متابع لي ماشى انا بكلم الجديد طيب قد انا نزلت حرف المثلث العظيم teaching الكاف العظيم طيب اتيت حذرت انا اقيل ان سأستخدم الرقمي العشرين و العدد오네요 سامت اهو مشيطي عندما تشتب ساعتك هذا الضلع سيديك 630 هذا الضلع هذا كده 630 هذا الضلع هذا كده 630 هذا الضلع هذا كده 630 هذا كده 630 هذا كده 630 هذا مثلث متساوي الأضاء عدده 630 حسناً، أمر فين يا أبو محمد الرقم العشرين حاضر؟ لا تستعجل لأن أي استعجال أو أي خطأ تبوز الجنة كلها امشي معي واحدة واحدة كده 730 كده 730 كده 830 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 كده 930 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 كاف كاف طيب هذه السيلي اهو استخدمنا العشرين الرقمي كاف 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 هذه خمسة كاف خمسة كاف خمسة كاف يبقى زي ما قلنا استخدمنا 630 في الاعداد والرقمي استخدمنا في الحروف العشرين حسنا ومشينا واحدة واحدة طيب نعمل ايه بآية ابو محمد فين الآية الكريمة التي قلت لنا عليها أيها يا سيد الفاضل الآية الكريمة الآية الكريمة رقم كام 27 من سورة ايه سورة الحج باجي هنا وأكتب وأذن في الناس بل حج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر ضامر يأتينا من كل فج عميق صدق الله الآية تكتب ثلاث مرات تكتب ليس مطلوب من حضرتك شيء الشرح بالضبط بالضبط اعمل ما أقولك علي قدامك الشرح لهم عادي يا أبو محمد طبعاً أول يوم جمعة في الشهر العربي طبعاً إنت يا أبو محمد أيها سيدي بعد صلاة العصر مباشرةً يعني البنت بتصلي أول يوم جمعة في الشهر العربي بتصلي العصر وتكون مجهزة وهي قاعدة على سجادة الصلاة بعد ما تختم الصلاة وتسجد وهي سجد لله تطلب الطلب من الله الصلاة وتختم الصلاة وتعمل مباشرةً طيب يا أبو محمد ليه بخور؟ نعم بخوره عودة زائد صندد زائد زائد عنبروت اتكلمنا على العنبروت كثير اللي معايا هم تبعيني ماشي أنا أتكلم الجديد العنبروت غير العنبر الخام العنبروت هو رخيص السمن رحته ذكية جداً 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 ومعروف عند العطارين البلدي العطار البلدي عرفوا عنبروت طيب يا أبو محمد طيب يا أبو محمد وإيه ثاني آه يا سيدي يعطر بالمسك بالمسك والعنبر واليسمين ويغلب جايداً ويغلب جايداً وهنرجع لحكاية التغليف دي وتحمل البنت وتحمل البنت ويحمل في صدرها اليمين على طهارة تامة طيب يا أبو محمد البنت فيه كل شهر كل شهر فيه ظروف آه تشيلوا في الدولاب تخلص تطهر تشيلوا ترجعوا تاني واضح وبالنسبة للتغليف عشان الرطوبة والعرق ما تفصدوش الشمع في شمع عند العطارين البلدي اسمه شمع حجيبة قد يكون الله أعلم عليه مادة بلاستيك مش عارف بس ده كويس قوي ده بيعزل الرطوبة عن عن المكتوب تماماً مفيش شمع حجيبة مش عارف أجيبه جميل جداً السلوتيب بالعريض ولفه كويس كل هدفي أصرونه من الرطوبة هذه الفائدة من أولها خالص عشان تثبت الريديو واحدة واحدة وتعرفوا هذه الصرحة بالتفصيل المؤمن هذه الصرحة هو سنتثبت الفيديو وتنقله وأدي من أولها أهو الخاصية كلها بنزل الخاتم الخاتم المبارك المثلث المبارك والآية الكريمة وأنذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامرين يأتينا من كل فج عميق الآية الكريمة 27 من سورة الحج المترجمة تبع يأتينا من أجل يأتينا من الضوء وعلى وإن الأول يأتينا من أجل ثلاثة ثلاثة مرات يحبه الله ويرضى وإن شاء الله الألقاكم على خير إن شاء الله مع فائدة جديدة مجربة التواصل على الوصف من عشر صباحا إلى ثمانية مساء يوميا عذا الجمعة ومن فضلكم محدش يعني بعد إذنكم فضلا وليس أمر بلاش يوم الجمعة لأنه هو اليوم الوحيد اللي ارتاح فيه من الشقة والتعب والعلاجات طول أسبوع بعالجها يعني بصلي وما بعملش حاجة ثانية خالص بلاش يوم الجمعة من فضلكم فضلا وليس أمرض لو سمحتم لأن ما زال في ناس بيتكلمني على الوطن وما بقدرش أن أنا أرضي لهم طلب بس بكون تعبان معلش بعد إذنكم معكم ست أهيام معكم من عشر الصبح لتمانية مساء أنا تحت أمركم ويوم الجمعة ده سبهولي سبهولي يعني أرتاح فيه بعد إذنكم يعني وأستودعكم الله في أمنه وحفظه ورعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته